تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم مع هبوط سعر الإيثيريوم بأكثر من 3% عقب موافقة لجنة البورصات الأمريكية على طلبات طرح سناديق فورية متداولة للعملة واستقر سعر البتكوين عند 67.262 دولار وهبطت الإيثيريوم بنحو 3% إلى 3.668 دولاراً وستين سنتاً في حين قفزت الريبل بأكثر من 1% ووافقت لجنة الأوراق المالية والبرصات الأمريكية أمس على طلبات مقدمة من عدة برصات لإدراج ثمانية سناديق فورية متداولة لعملة الإيثيريوم